كل أيامنا إن شاء الله عساها حب يا رب والهدية فعلا يعني هي مو بقيمتها المادية صح أنه الهدية لما تكون قيمتها مادية يعني معقولة شيء جيد ولكن بالنهاية المسألة المعنوية فخلونا في أجواء الهدايا أجواء الهدايا أو شيء صباح الوارد والحب والأشياء الحلوة كلها كيف الغزالة ريئة اليوم؟ الغزالة ريئة الغزالة ريئة عيد الحب مع أنه يعني فيه ضغط كبير عليه ظغط الحب كبير يا هاني طيب هنبدأ فيه مقترحات حضرنا لكم هي فأمو أعرف إيش رأيكم يعني مثلا كهدية عيد الحب خاتم الماس هذا عب على الرجل هذا اللي قصده خليل هذا خليل هنا يجيبون هذا الخاتم أنا أعتبره رمز لاستمرارية الحب لا يدبل ولا يتاكل دائما يلبس يسعى طول العمر ممكن أن تقدموها بطريقة ذكية جيب وردة أول شيء وقدم لها إياها وشوف رد فعلها بعد الوردة شوف رد فعلها لو زعلت مرة قدم لها الخاتم لو فرحت مرة تعرف أنها شخص مادي صح أو لا؟ بالأمانة صراحة أشوف أنا أعتقد تصيد مشكلة خلي الأمور تصيد مشكلة ممكن نقدمو بطريقة وإنت أكديم ويتستاهل ممكن نقدمو بطريقة حلوة كذا تفاجأ طبعا أكيد عندنا كمان هدية وهي الورد الورد طبعا هو المسيطر الورد يمز حزين يدبل ويموت والحب وفروض ما يدبل ولا يموت يترى الآن يعني عادة تدوير الورود لا في ورد قد سنة والله أي وصح سمعنا عنه بس في حركة حلوة شفتها والله إنه واحد جايب لها مثلا 23 وردة حمرة يوم 23 وأربع وردات مثلا زارقة نعم شهر أربعة فيشوف حتقدر تخمن إنه هذا تاريخ لقاءهم أو زواجهم آه أوكي لازم تعد الورد يعني حلو أوكي طيب نشوف هنا هدية ثانية نظارة نظارة شمسية كده براندو غاليا شوفوا حلو شرأيكم بس طبعا إحنا بس خلينا نتفق لأنه كل الأشياء أحسها يعني نسائية أنا توني بحرية لليش إنه الطرفين يهدون بعض طبعا أكيد أنا قصدي الطرفين يهدون بعض بس هل الخاتم اللي نسائي يعني أغلب شي الحرمة هي اللي تنتظر في هذا المناسبة إنه تاخذ هدية أكثر بس لا معنع بس لا معنع أنه إحنا نعطيك يوم طبعا أكيد وإن الضارة صراحة جميلة وبراندو تنفع لأحد ساكن في دبي تعرفين أننا نتحب البراندات والأشياء الحلوة طيب شفافة واضحة طيب هنا عندنا دب دوب الدب دوب يبدل أن العلاقة مول أولية مالبادئ بالأولية إلا إذا بنحط الخاتم يعني اللي ما عنده ميزانية عالية المسيك الدب دوب الخاتم ونعطيه أو بساعة ممكن ما عنده فلوس ممكن يضيف لها قيمة شفت واحد عمل حركة حلوة إذا تحب الرغيم مثلا والكلام جاي بجار أو برطمان بزاز وحاطت فيه عشرين قصقوسة وكاتب في كل قصقوسة سبب يحبها عشانه الله تقعد يفتح يا عاد وانبسطي سبب وراء سبب وراء سبب السلام حب القصاكي حب القصاكي نشوف هنا هذا شيء هذا شيء رجالي خطير ما رأيك يا ربي هاني تهديك سيارة؟ لا يمكن هو يهديك لا يعني هو طبعا متبادل أكيد بس أنه رجال يعني لما اقترحت عليهم قلت ما رأيكم لو جاءتكم سيارة هدية؟ مروا مبسطوا طبعا يعني ولو ما هي رادية سوق مثلا في السعودية جب لها سيارة عشان تجبرها أنها تتمرن عليها وتسوق بسهدك لا أتوقع أن أقبس ما كلامك بسهده سيارة تخيل يعني حتى لو تويوتا ومشكلة أي ماركة هذه الهدية شيك ولو على بياض يا سلام لحظة هل تعتقدون أن المبلغ المادي يصنف هدية؟ أنا لا أقول أنه زين أو مزين ممكن إذا ما عنده وقت يجب هدية أو ما عنده وقت يجب هدية ممكن يسوي لها مثلا فاوتشر يعطيها طيب حلو ممتاز نجيب لها ورد معه ممكن ممتاز ممتاز واحد مشغول ممتاز لا فراس لا بالاكس هم ممتاز بس نحن نقص لأن الشخص قادر أنه يختار لأنه يختار الهدية يبدو لي هدية هل نقول أن الكاش بعد السنوات العشر الأولى بعد الثلاثة بعد الثلاثة يبدو كاش شوفوا الهدية هذه بيت خيلوا ممكن تنهدل مين؟ هذا الشركة العمر صح؟ يعني استثمار عالي هذا صح؟ مجب تفضل أنا قلت يا ري أنا أشعر أنه بيت مؤسيانة ممكن لكن بيت ما أحس أنه هدية تعبر عن مثلا الفلنتاين هذه هدية العمر بيت يكون بيتها ويفاجئها فيه أنا أحس هذا اللي يصير ذكرت قبل كم يوم واحد بيقول أنه أنا شتريت بيت أو بنيت بيت وشتريت وكتبته باسم مرتي مع أنه أولادنا فيهم الخير وكل شيء بس أنا ما أبغا أحد ما أبغاها تسمع كلمة بعد وفاتي من أي أحد ولا جسلة على طرف فبغيت أقول له والله يعني خليها هذه هدية فلنتاين خطيرة بس هو مو حق فلنتاين حركة حلوة أفكار جميلة زي الأفلام الأمريكية أفكار جميلة أفكار جميلة حلوة أننا نجيب هدية حلوة أننا نعبر عن حبنا بهدية أو عن إمتناننا المعرفة هذه الأشخاص بهدية تكون حلوة ورائقة والورود هي المسيطرة تكون في هدية يعني أنا أتثور الورد مثل هذه المناسبة يكون حاضر بكل الأحوال مع الهدية أغلون شوية البنات لو ما يجبون هدية بس أنا اليوم سألت كل زملائي الشباب خلف الكواليس قلت لهم أن جبتوا هدية فجاءتني أكثر الأجوبة أنه أخذتها جبنة هدية طريقة عملية هذه ياخذها ويختار هوية وأغلى هدية أكيد أحلى هدية دائما هي المعاملة الطيبة والحب طول الوقت وقط ووقت المناسبات شكرا جزيلا